قضية خيانة قضية نكبات قضية نكسح قضية صراع على أرض فلسطين صراع منذ الأزل أنا لن أتكلم عن موقع فلسطين والمسجد الأقصى وبيت المقدس في قلوب أهل الإيمان لن نتكلم عن هذا فهي أولى القبلتين وهي ثالث الحرمين والصلاة فيها بخمسمائة صلاة وهي مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهي الأرض التي بارك الله حولها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله والملائكة باسطة أجنحتها على الشام وما حولها في تلك البقعة المباركة فيها الطائفة المنصورة التي سينصرها الرب عز وجل إن عاجلا أم آجلا لن نتكلم عن هذا التاريخ القديم ولكن لنرجع إلى الوراء قليلا لنعرف لما وصلت فلسطين اليوم إلى هذه الحال لماذا؟ الناس تعجب ليش هذا الشعب العربي المسلم الذي يذبح وينحر ليل نهار من مجزرة إلى أخرى دمه ألي هذا الدم رخيص عند المسلمين والعرب تكرمت الجامعة العربية وعطتهم خمسين مليون دولار ليسكتوهم لا يعد عشر معشار ما أنفقته الدول العربية على مباريات كأس العالم أنفقت عليها مئات الملايين لكن لأجل فلسطين وما يحصل في فلسطين وتدمير للبنية التحتية ونسف لمحطات الكهرباء وانقطاع المياه وانتشار الأمراض والأوبئة ناهيك عن سفك الدماء لا أطفال لا شيوخ لا عجاز لا أسر لا أهالي وهدم البيوت على رؤوس أهلها وصمت عربي مطبق تتعجب تقول ليش؟ ما الذي يحصل؟ أهل كرامة جندي إسرائيلي واحد أعظم وأكبر من كرامة عشرة آلاف أسير يقبع عندهم فيهم مئات الأطفال والنساء والشيوخ العجاز بلا ذنب ارتكبوح إلا الدفاع عن أنفسهم أين زعماء الدول العربية؟ أين قاداتها؟ أين علماؤها؟ أين شيوخها؟ أين شبابها؟ أين رجالها؟ أين المسلمون؟ أقول لإخواننا وأحبابنا في فلسطين عذرا عذرا والله من قلوبنا لأن الأمة مشغولة تعرفون بما مشغولين؟ الأمة مشغولة بكأس العالم بتشجيع فرنسا صاحبة أول عقد أبرمته إسرائيل لإنشاء محطة نووية كانت مع فرنسا لإنشاء اليوم خمسمائة سلاح نووي وهنيئا للعالم الإسلامي هنيئا تلك الشعارات على ملابس وصدور أطفالنا رفع إعلامهم وتشجيع لعبيهم والتمني أن يموت بعضهم في أراضيها للأسف للأسف الأمة اليوم مغيبة أمة غثاء كغثاء السيل ألف وثلاثمائة مليون إنسان أين كرامتهم؟ دعنا نرجع للتاريخ مئة سنة فقط أسرد لكم سردا سريعا ما الذي حصل يوم عزل السلطان عبد الحميد الثاني من الخلافة العثمانية لأن موقفه كان متصلبا من وراء هذا؟ من وراء إدخال مصطفى أو كمالة تورك على تركيا ومحي الإسلام منها؟ إنهم اليهود الذين دخلوا إلى تركيا وتغلغلوا حتى وصلوا إلى سدة الحكم فكان البديل الأخبث بريطانيا في الدول العربية التي اجتمعت مع الحكومات لعمل ثورة كانت هي جاني ثمارها وها هي بريطانيا من الحرب العالمية الأولى إلى الحرب العالمية الثانية تأتي باليهود من كل أقطار العالم لتسكنهم في فلسطين بوعد بلفور 1917 المشؤوم تعرفون يا أطفالي ويا أبنائي ويا صغاري من وعد إسرائيل واليهود بمملكتهم في إسرائيل وتدنيس المسجد الأقصى وقتل النساء والأطفال تعرفون من وعدهم بهذا؟ وزير خارجية بريطانيا المسمى بلفور وليشجع من يشجع منتخب بريطانيا وليعلق أعلامهم وليضع شعاراتهم حتى في مساجدنا للأسف هذا الذي حصل من خيانات ظهر الثورات جهادية سمعتم برجل اسمه الشيخ عز الدين القسام خرج من سوريا يقام الفرنسيين ثم وصل إلى جبال جنين وحرك الجيوش وأثار الناس في الجهاد في سبيل الله لإخراج اليهود من فلسطين تعرفون من الذي قمعه وسفك دمه وقتل كل المجاهدين في الجبال بطائراتهم وصواريخهم وأسلحتهم إنهم كالعادة البريطانيون الإنجليز هم الذين أوصلون إلى هذه الحال خلال أربعين سنة أو ثلاثين سنة من حرب العالمي الأولى للثانية كل حركة جهادية قمعوها أنا عندي تاريخ دامي مظاهرات شعبية ثلاثمائة قتيل خمسمائة جريح كلما قام المسلمون قائمة نسفوهم وقصفوهم ودمروهم إلى سنة الثمانية أربعين سلموها مدينة مدينة إلى إسرائيل بعد أن أعلنت إسرائيل قبل انسحاب المنتدب من دوب بريطاني من فلسطين قبل انسحابه أعلنت إسرائيل قيام دولتهم تاريخ أربعة عشر خمسة ثمانية أربعين بعدها بحد عشر دقيقة فقط بأحد عشر دقيقة أعلنت أمريكا الاعتراف بإسرائيل وتولت أمريكا بعدها رعاية هذا الطفل اللقيط من الأم غير الشرعية رعايتها إلى هذه اللحظة وستعلمون كم من المئات المليارات أنفقت فقط على إسرائيل لتبقى غصة في حلوق المؤمنين والمسلمين والدول العربيح في سنة الثمانية أربعين أعلنت إسرائيل أنها دولة كيان وبدأت تسفك الدماء والمذابح والمجازر أحد الشيوخ الذين كانوا يجاهدون في سبيل الله سمعتوا عنه عبدالقادر الحسيني أنا ودي الأطفال يقرؤون تاريخ هؤلاء الأبطال عبدالقادر الحسيني كان يقود الجهاد وكان لا زال عنده أمل بالجامعة الدول العربية لكن تضح أن الجامعة كلها كانت مسرحية وكانت تمثيلية والجيش العربي المزعوم الذي كان ننتظر بريطانيين يخرجون على شاني ديش فلسطين كان قوام 24 ألف وإسرائيل فقط 70 ألف مقاتل مدجج بالسلاح والدول العربية كلها أرسلت 24 ألف مقاتل بعض ألويتها شوفوا النكتة بعض ألويتها يقودها ضباط إنجليز بعد ما خرج الإنجليز من فلسطين يقود الجيوش العربية إنجليز فهل تظنون أنهم سيعيدون فلسطين إلى العرب والمسلمين للأسف بدأت الخيانات يقول عبدالقادر الحسيني حتى يسجل التاريخ كلامه هذا الرجل آخر زيارة راح إلى جامعة عربية يستنجدهم يستغيث بهم يقول احتلت مدينة قسطل في فلسطين أول مدينة تحتل فاتقوا الله في المسلمين اتقوا الله في الفلسطينيين جيوشكم أسلحتكم دولكم أرسلوا إلى هذه المدينة قال إني ذاهب تساعدوني لم يساعدوه بشيء فقال لهم رسالة قال إني ذاهب إلى القسطل وسأقتحمها وأحررها ولو أدى ذلك إلى موتي قال والله لقد سئمت الحياة وأصبح الموت أحب إلي من نفسي من هذه المعاملة التي تعاملوني بها الجامعة العربية أموت أشرف لي بالمعاملتكم ثم قال إني أصبحت أتمنى الموت قبل أن أرى اليهود يحتلون فلسطين سنة الثمانية واربعين إن رجال الجامعة كلام الشيخ عبد القادر الحسيني اكتبوه لأنه مكتوب بدمه لا بلسانه أحفظوه يقول إن رجال الجامعة والقيادة أي الجامعة العربية يخونون فلسطين ثم قال وهما شي قال لهم أيها الناس نحن أحق بالسلاح المخزن من المزابل يعني حرام هذه المليارات وأنا أقول حق كل الزعماء اليوم ترى حرام طائراتنا لمن أسلحتنا لمن ما ترأفون لحال الطفل الصغير التي يقتل أبوها وأمها أمامها أما تتذكرون صبرة وشاتيلة كيف قتل ما يقال بثلاثة آلاف إنسان نحرا كان الطفل تدروا شيء سيكون في الطفل يقطعون أرجل الطفل مسكن ما يقدر يركض فيحرقونه وهو حي وكانت الطفلة الصغيرة أم تسع وعشر سنوات تغتصب يتناوب عليها الرجال حتى تقتل هذا كهكذا فعلوا وفي دير ياسين قبلها صبرة وشاتيلة ومخيم جنين وغيرها من المخيمات ماذا تفعل جيوشنا الرابضة؟ يقول عبدالقادر الحسيني نحن أحق بالسلاح المخزن من المزابل إن التاريخ هذا كلامه للتاريخ وأنا أنقله حتى يحفظه التاريخ إن التاريخ سيتهمكم بإضاءة فلسطين وإنني سأموت في القسطل قبل أن أرى تقصيركم وتواطئكم ثم بدأت اليهود وبمعاونة أمريكية إلى اليوم في إنشاء ترسانة نووية خمسمائة سلاح نووي يدمر ماذا هذه الأسلحة؟ كل المعاهدات الدولية الظالمة نغصب عليها ونلزم بها إلا إسرائيل فإنهم لا يلتزمون حتى بمعاهدات جنيف في الأسراء للأسف ليش؟ ليش؟ نحن نلزم بمعاهدات ظالمة لكنهم لا يلزمون بها مرت المذابح وكلما قام الثورة قسمت ظهرها إسرائيل بمعاونة من الدول الأوروبية وكان الثالوث بريطانيا وفرنسا وأمريكا وراء كل تدمير لأي نبتة جهادية في فلسطين وانتشر الأمر بالتهجير تهجير المسلمين والعرب من فلسطين وإحلالهم بيهود من أنحاء العالم إلى هذه الأرض وجيوش العربية كانت لا تستطيع أن تعمل شيئا أغلبها مستعمرة ومرت الأيام ومرت السنون إلى أن جاءت حرب 67 والنكسح ثم حرب 73 تقدم العرب لو لا أن تدخلت أمريكا تعرفون أمريكا إلى اليوم كم كلفها إيجاد والبقاء على إسرائيل المساعدات المباشرة المساعدات المباشرة تقريبا 140 مليار دولار الكيان الصهيوني تلقى من أمريكا 140 مليار دولار هذا فقط مساعدات مباشرة لكن لكن أنا ماني مقتنع بهذا لأن أحد الاقتصاديين المشهورين في أمريكا كتب مقال اسمه توماس ستوفر أستاذ في جامعتي هارفرد وجامعة جورج تاون هذا رجل اقتصادي بارز يقول إلى الآن تكلفت أمريكا للبقاء على إسرائيل ثلاثة تريليون دولار بعض الناس لا يعرف حتى هذا الرقم يعني ثلاثة آلاف مليار دولار يدفعها ضارب أو دافع الضرائب الأمريكيون لأجل بقاء ذلك اللقيط الكيان الصهيوني أين المسلمون؟ أين الجيوش العربية؟ أين الزعماء والقادة؟ سوف تعرفون الإجابة لكن كونوا معنا بعد الفاصل أهلا بكم من جديد ولازالت الاتفاقيات والمؤامرات على شعب فلسطين الأعزل نزع السلاح منح إلى اليوم إلى قبل سنوات قليلة محاولة نزع السلاح من المقاومات الجهادية هم حتى الأسماء غيروها حتى العدو والكيان الصهيوني سموها دولة إسرائيل عمليات أسكرية إسرائيلية حتى الإعلام بدأ يتطبع بإسرائيل نسأل الله العافية وما اجتماع شرم الشيخ قبل بضعة سنوات قبل عشر سنوات تقريبا اجتمع الدول العربية بدعوة من إسرائيل لقمع الحركات الجهادية إلا حلقة من حلقات المؤامرات اليهودية على بلادنا العربية والإسلامية صدق أبو ريشة هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصر أمتي أمتي كم غصة دامية خنقت نجوى علاك في فمي ألي إسرائيل تعلو راية في حمل مهد وظل الحرم أو ما كنت إذا البغي اعتدى موجة من لهب أو من دمي اسمعي اسمعي نوح الحزانة واطربي وانظري دم اليتام وبسمي ودعي القادة في أهوائها تتفان في خسيس المغنمي ربوى معتصماه انطلقت ملأ أفواه الصبايا ليتمي لامست أسماعنا لكنها لم تلامس نخوة المعتصمي أمتي كم صنم مجته لم يكن يحمل طهر الصنمي لا حول ولا قوة إلا بالله الطفلة الأخيرة هي التي رأت أسرتها تقتل أمامها وكانوا يلعبون على شاطئ البحر تخيل لو كانت هذه ابنتك تخيل لو كان الطفل المذبوح ابنك تخيل لو كان هؤلاء الأطفال فلذات أكبادك أكان يهنأ لك العيش أو يقروا لك القرار أبعد هذا نهنأ ونصفق لكأس العالم ونرحب ببلادهم ونظن أنهم هم حماة الحرية وحماة حقوق الإنسان كذبوا والله فيما زعموا آلاف من القتلى ومئات تسفك دماؤهم بحجة جند إسرائيلي ما لنا كرامة عشرة آلاف إنسان ليست له كرامة فقط جند إسرائيلي وتقول أمريكا أن إسرائيل لها الحق فيما تطلب سبحان الله ونحن ليس لنا حق فيما نطلب من أسرانا ومن قتلانا ومن دمائنا التي تسيل ومن الأطفال الذين يذبحون بل تغتصب الطفلة ثم تحرق على مرأة العالم والكل يصفق والكل يشاهد ونزعم أن هناك محاكم تقوم فيها العدل وأي عدل يزعمونه أين العلماء فإن الله سيسائلهم أين الشيوخ وأين أهل المنابر إن كان بعضهم قد أدى الواجب فأين البقية الساحقة أين الذين كلما وقعت مذبحة لبلاد الكفر أو لأعدائنا قاموا وسطروا المقالات وخطبوا في المنابر وظهروا في التلفاز يدافعون عن الحقوق وعن كرامة الإنسان أين هم هذه الأيام أين هم وهم ينظرون إلى الأشلاء وإلى هذه الجثث أين بربكم أولئك الذين ينعقون دفاعاً على الإنسانية اليوم وفي حوار الأديان يصافحون من يصافحون أين هم وهم يشاهدون تلك الجثث وهذه الأشلاء والله والله ما تحملت أن أرى بعض هذه الصور وأنا رأيت صوراً غيرها وكلكم رأى ويكفي كل يوم تقريرنا في الأخبار عندما ترى تلك البيوت التي هدمت على رؤوس أهلها وتلك الأم التي تنفش شعرها وهذه الطفلة التي تصيح عند أبيها الميت شفت الطفلة آخر لقطة هذه رأت أسرتها تموت وأبوها يذبح أمامها قصف قتل أباها ونفشت شعرها ويتصيح على شاطئ البحر وتستنجد وانطلقت الصيحات رب ومعتصماهم طلقت من أفواه الصبايا اليتمي لامست أسماعنا لكنها لم تلامس نخوة المعتصمي أيها المسلمون في كل مكان إن الله سائلنا أيها الزعماء في كل مكان إن الله سائلكم يوم القيامة أيها الجيوش العربية والإسلامية إن الله عز وجل سائلنا يوم القيامة عن هذه المليارات التي أنفقناها في تسليح جيوشنا وفي إعداد جيوشنا كوريا الشمالية دولة واحدة أثبتت أنها أقوى وأعز من خمسين دولة إسلامية لما أظهرت قوتها توقف العالم طيب حنا وين أين الدول العربية أين الدول الإسلامية أين أموالنا أين شعوبنا أين جيوشنا تعرف كم عدد اليهود في إسرائيل خمسة ملايين خمسة ملايين يهودي ونحن ألف وثلاثمائة مليون مسلم هل نحن غثاء حقا هل صارت عندنا ما في إحساس خلاص تبلد الإحساس هل صرنا خلاص نسمع ونرى هذه الصور من كثرة المشاهد صرنا حتى بعض الناس ينظر إلى هذه ليش تضيقون خلقنا يا أخي ملازم نشوف حط على ثقافة الأغاني وثقافة الجنس ونشوف المباريات وننسى خلنا نلهو يا أخي اترك عنك هذه الأمور وخلنا نستانس تستانس وترى هذه المناظر الواجب أخرناه إلى آخر إن شاء الله فقرة في هذه الحلقة كونوا معنا بعد الفاصل أهلا بكم من جديد أيها العرب أيها المسلمون أيها الشرفاء أيها الأحرار إن الأطفال يموتون بخلال بضع سنوات خمسة آلاف شهيد هذه الإحصائيات الرسمية على أرض فلسطين بدباباتهم بجرافاتهم هدموا ما يقارب 72 ألف منزل على رؤوس أهلها شردوا مئات الآلاف من الناس قتلوا ما يقارب 900 طفل 900 طفل قتل ذبحا برصاص حي جرفوا البساتين والأراضي والمزارع وهدموا المصانع والمحلات وكل شيء دمروا كل شيء اسمه حياة كل شيء اسمه روح قتلوه في فلسطين لم تسلم منهم المساجد ولا المصاحف دنسوها وأحرقوها وهدموا المنابر وجعلوا بعض المساجد بارات ومراقص لهم لنجاساتهم قبحهم الله ولا زال المسلمون يجلسون على موائد اللئام على بعض المفاوضات السياسية يخدعون بها شعوبنا ويخدعوا بها جيلنا أيها الجيل القادم افهم اللعبة وعرف الخيانة وتأكد أن الحياة عقيدة وجهاد أهلا بكم من جديد في سنة 78 برز اسم نجم لامع في بطولات الجهاد اسمه الشيخ أحمد ياسين رحمه الله قاد الجهاد ستة وعشرين سنة في المعتقالات يقود الجهاد على الساحات يقود الجهاد ضرب أهين اعتقل جوع أصيب ولكنه لآخر لحظة في حياته قبل سنتين ونص تقريبا قصف وهو أعزل لا يستطيع الحراك قصف وفجر رأسه وليكون شاهدا أمام العالم أن الله عز وجل سائلنا عن هؤلاء بطل لم يمت هذا الرجل لم يمت لأن الله يقول لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواته بل أحيانا عند ربهم يرزقون ونفذت إسرائيل الكيان الصهيوني العدو نفذت تهديدها بعد شهر واحد وقتلت الدكتور عبد العزر وهكذا تغتال القيادات يحيى عياش وغيرهم من قياداتي الجهاد في سبيل الله والمصيبة الكبرى أنهم الآن يتوعدون قيادات حماس خارج فلسطين معنى هذا أنهم يريدون نقل الحرب إلى خارج فلسطين أقول لهم وأوصل لهم هذه الرسالة وإلى أبطالنا المجاهدين ليس من مصلحتهم إخراجوا المعركة من فلسطين فإن المسلمين في خارج فلسطين يضحون بأرواحهم وأغلى غاياتهم الموت في سبيل الله فأقصروا معارفكم على الأرض فإنه خير لكم وقيادات الجيش الإسلام لن ينقطعوا على وجه الأرض كلما ذهب قائد يأتي قائد بعده وكلما مات فوج نصر من الله عز وجل قال الله جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به شفتوا تقليل أطفال أطفال يرمون ليس عندهم عزة إلا الحجارة يواجهون الدبابات والمدرعات والمصفحات يواجهونها بحجارة ورجال الأمة في سبات عميق وجيوشها ليست إلا الاستعراضات وطائراتها فقط للمهرجانات واستعراضات بهلوانية بالله عليكم جيوشنا منذ خمسين عاما إلى الآن أو منذ استقلال بلادنا إلى اليوم ماذا صنعت وماذا فعلت هل هي فقط أسلحة وطلقات مطاطية لتفريق المظاهرات أم مدرعات بالماء الحار ترشل المتظاهرين هل لهذا وجدت جيوشنا عليك يا أخي العزيز أولا أن تدعو لإخوانك في فلسطين أختي الفاضلة أيتها العجوز أيها الشيخ الكبير أيها الطفل الصغير ليكون همنا هم الأمة استرجاع المسجد الأقصى أن نشد الرحال لذلك المسجد الدعاء لهم فإن الدعاء ينصر الله عز وجل به أهله المال وليكن المال يا أخوان تعرفون كم مليون أنفق على كأس العالم يا ليت ينفق ربعه على إخواننا في فلسطين إخواننا المسلمون في كل أنحاء العالم نكسات توالت على فلسطين هذه إحداها فهل نكون كسابقين ممن سلم الأرض للأعداء هل نكون ممن سلم إخوانه فالمؤمن أخو المسلم المسلم أخو المسلم لا يسلمه هل نسلم إخواننا لأعدائنا قالوا لا حل إلا بالديمقراطية ديمقراطيتهم المزعومة فلما أوصلت المسلمين إلى سدة الحكم رفضوها ومجوها لأنهم ظلمة حتى أحكامهم لا يعترفون بها وقوانينهم لا يسيرون عليها أصلا عدوهم اللدود كل من يرفع الكتاب والسنة وكل من يقاتل في سبيل الله طفلا كان أم رجلا لكن هيهات هيهات سوف يظهر الحق بإذن الله عز وجل وسينبلج الفجر يوما وسينتصر الإيمان يوما وسيقاتلهم حتى الحجر والشجر وسيقولون يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعالى فاقتله أنصروهم أو لا تنصروهم فإن الله عز وجل ناصرهم كن في قوافل الشهداء والمجاهدين أو لا تكن فإن الركب ماض وإن القافلة تسير ومهما نبح الكلاب فإن الله عز وجل حافظ هذه القافلة وسوف ينصر الله عز وجل دينه وسوف يأتي الجيش في آخر الزمان ويحرر هذه الأرض المقدسة ربما مرات ومرات قبل ذلك الوقت ولكن إلى إخواننا ونسائنا ومجاهدين على أرض فلسطين ثبتكم الله ونصركم الله واصبروا فإن النبي حوصر في الشعب حوصر في الشعب ثلاث سنوات وأنتم بدأ الحصار عليكم نعم العالم يتفرج اسمحوا لي نعم المسلمون يتفرجون اسمحوا لي أقول هذا الكلام نعم لم تتوانى الجامعة العربية إلا أن تعطيكم خمسين مليون دولار ربما تصل وربما لا تصل لكن معكم ربكم عز وجل ناصركم وحافظكم ربما يعيش الإنسان على حبة تمر أو شقها ورشفة ماء ويحفظه الرب عز وجل هذه مريم العذراء كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب بل هذا الحصار سيصنع الأبطال وسينفي الخبث بإذن الله عز وجل عن أرضكم وسيبقى المجاهدون الشرفاء وستبقى الأرض لأهلها بإذن الله عز وجل أيها المسلمون في العالم الأموال الدعاء الخطب المهرجانات إن لم تستطع أن تفعل شيئا لإخوانك في فلسطين فكف لسانك عنهم ودعي الناس تؤيدهم وتنصرهم بلسانها وأموالها ودمائها وأرواحها أسأل الله عز وجل أن يحرر المسجد الأقصى في ثلاثة ثمانية في ثلاثة ثمانية القادم موعد خطير اليوم شهر سبع الآن لا زلنا في بداياته ثلاثة ثمانية نشرت الجرائد الإسرائيلية أنه موعد لاقتحام المسجد الأقصى من قبل اليهود في ذكرى خراب الهيكل لكن إخواننا وأبطالنا في فلسطين هل ستدعوهم يفعلون هذا إخواننا وآخر رجاء آخر رجاء لزعمائنا آخر رسالة لإخواننا قادات الجيوش العربية والإسلامية هل لكم أن تلوحوا فقط بسلاح واحد الملك فيصل رحمه الله استخدم سلاح النفط وقدر أن يوهن كيد الكافرين لكنهم اغتالوه قدرا لكن عندنا أسلحة كثيرة الآن اقتصادية مقاطعات عندنا سلاح الجيوش الموجودة والرابضة والطائرات عندنا شعوب الحمد لله حية لا زالت عندنا بفضل الله عز وجل أموال نستطيع أن نفعل شيئا ثلاثة ثمانية القادم يحاولون دخول المسجد الأقصى جماعات يهودية متطرفة يريدون اقتحام هذا المسجد المبارك الذي بارك الله حوله فهل ستدعوهم و هل ستتركونهم و هل ستقف فضائياتنا وقفة صمت على الأقل تسلط الأضواء على إخواننا القتلى والضحايا على أرض فلسطين تلك الأرض المباركة الأيام القادمة حاسمة و أنا أعلم أن الوهن شديد و أن الضعف الآن بدأ يكبر و أن الحصار إذ جاءوكم من فوقكم و من أسفل منكم و إذ زاغت الأبصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون و زلزلوا زلزالا شديدا أيها المتفرجون في العالم الدعاء الدعاء الكلمة الكلمة الدنار الدنار المال المال إن استطعتم بأي شيء ففعلوا فهذا جهاد إما موت و إما نصر في سبيل الله نحبكم في الله و أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من ساعة صراحة استودعكم الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و رحمة الله و بركاته